كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تقرير الشفافية نصف السنوية الذي أصدره كشف عن تنسيق مع الجهات الأمنية في المملكة بعد أن استجاب لطلبها وسلمها معلومات 65 شخصاً مشتبه بهم وحسب التقرير فقد قدمت المملكة طلباً بالكشف عن هوية 93 شخصاً على موقع تويتر هذا وقد طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص فيما طلبت الإمارات معلومات عن مستقدمين اثنين ويأتي ارتفاع الطلبات الرسمية للكشف عن هويات ومعرفات المستخدمين بسبب تصاعد استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي